جبهة الزنوج الممتدة من أطراف معسكر الدفاع الجوي وحتى أطراف منطقة عصيفرة تكون المعارك فيها على أشدها أثناء الليل وحتى الصباح فيما تهدأ نهارا تحاول فيها الماليشيات الانقلابية قدر الإمكان الحفاظ على المواقع الهامة الواقعة تحت سيطرتها أهمها موقع جبل الواعش المطل على شارع الخمسين حيث خطوط إمداد الماليشيات أهمية الجبهة تكمن في أنها قريبة من أطراف المدينة كما هي قريبة من خطوط إمدادات الانقلابيين وهو ما جعلها منطقة مشتعلة بشكل يومي نحن دائما مع التصال مع العدو العدو دائما معاركه في الليل والسبب أن هذه المنطقة قريبة من المدينة هم يسعون بكل ما أوت من قوة كم من قبل من أجل الوصول إلى المدينة لكن الآن يسعون بكل ما أوت من قوة من أجل أن يتم السكوب في المواقع التي معهم نحن نتمنى نحن نريد أن ننطلق باتقاه قبل الواعش ننطلق باتقاه الستين ننطلق باتقاه الخمسين نضيق عليهم الخناق لكن الضرب عنيف هذه الأيام أمس في الليل المعركة كانت قوية جدا ولكننا كسرناهم بفضل الله عز وجل الجيش الوطني المسند بالمقاومة الشعبية أصبح يخوض معارك قطع شريان إمدادات الماليشيات في أكثر من جبهة من جبهات القتال في تعز كما هو الحال في جبهة الزنوج حيث يحاول الوصول إلى جبل الواعش تموقعا استراتيجيا يطل على مناطق هامة ويقترب من شارع الستين الذي يربط بين شمال شرق تعز وغربها وصولا إلى معسكر خالد تكمن أهمية جبهة الزنوج أنها تقع على أطراف المدينة كما أنها تطل على شارعية الخمسين وتقترب من شارع الستين ولذلك فكل طرف يحاول الوصول إلى أهدافه الماليشيات تحاول الوصول إلى أطراف المدينة القيش الوطني يحاول الوصول إلى شارعية الخمسين والستين وقطع خطوط الإمداد ولذلك المعارك فيها عنيفة جدا محمد الحذيثي الإخبارية من الجبهة الشمالية لمدينة تعز شكراً لكم